الله وبركاته. ان شاء الله هبدأ بس اول مقدمة عامة حول البيم. ولو فيها ايها اسئلة ان شاء الله نحاول نجاب الاسئلة. اجابة الاسئلة اهم بكتير جدا من المناقشة وكيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية انا اشكر دكتور عبدالله نصور على الدعوة الكريمة. وسعيد لتوجدي معاكم النهاردة. وشارك كبير جدا انها كون موجود في المكتبال الانشراعية المهندس المدني. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع البيم. هو نقدر نقول ان هو تريند قوي الفترة للدية. تلاقي ناس كتير عامها تتكلم عن ايه. وناس كتير عامها تتسأل ايه هو. وناس كتير بتفتي فيه. وناس كتير بتقول صح وكذا. فاحنا عايزين نبدأ نشوف ايه هو البيم. وهل هو فعلا حاجة هتبقى مفيدة ولا هو اسم انتشر. ولاسه لو قيمة فيه ساعة اسم كده بيتعمله بيع جامدة. زي الفنكوش كده وما يكونش في الاخر فيه ايه حاجة. فاحنا عايزين نبدأ نشوف الموضوع ده مع بعض. فيارت السيدة الأفاضل يعني ايه? كل واحد يقول البيم من وجهة نظره هي ايه? تمام? يعني نبدأ كده نشوف الاراء. وسدوني انا فيش رأي غلط. كل واحد بيشوفوا من وجهة نظره. فتمنى انا بس تكتب الرأي وايه هو البيم او هو ما عارفتوا عن البيم عشان نبدأ ايه نسخن كده مع بعض الجزم طيب. بدايةً البيم هي ان انت تعمل نموذج للمبنى قبل ما يتبني. دي حاجة كوسة جدا. المبنى لسه ما تبنيش ونحن عندنا معلومات كاملة عن المبنى. دي حاجة هتوفر وقت كتير جدا. تخيل ان انت مسلا عملت مبنى كامل وبعد ما اتعملت المبنى وخلصته قال لك الله ده جميل اعمل واحد تاني جنبية. نقس المعلومات بنفس كل حاجة. فالله احصل ايه ان انت كوبي بيست هتبقى قبل ما تشغل في المبنى التاني ده. انت عارف المخطر الموجودة وعارف المشاجر الموجودة وعارف ايه كل حاجة هتواجهها. فانت داخل وانت مش قال اين. تمام? عكس لما يكون مسلا في مشروع جديد اول مرة تشغل في اول مرة تتعامل معاه. انت بتعاود ان انت مسلا تشغل في الابراب. فالطلب منك مستشفى. تمام? ممكن حجم المشروع بش مختلف بس الطريقة التعامل مع الحاجة بالنسبة لك جديدة. المستشفى ببقى فيها حاجات خاصة بيها وفيه مسلا اا غازات صحية كتير. فيه حال خاصة. زيش هالكيس في موضوع المستشفى الدوات. تمام? طيب. فانت لما تكون انت المشروع تشغلت فيه اكثر بمرة بيكون عندك المعلومات وعارف كل حاجة. لو حاجة دي ده تبقى لازم تشوف لها. على سبيل المسال مسلا الاهرامات. لما جوم يعملوا المشروع دوت مشروع ضخم جدا. ومشروع برعاية سيد الرئيس مصر وهكذا. فقال لك احنا مستحيل المخاطر بان المشروع ده بعد ما يتعمل يحصل له مشاكل. فعايزين نعمل الاهرامات صغيرة ونبدأ نجرب ونشوف الفكرة هتمشوا ولا? فبدا يعمل الهرم مش بقى اي متر في متر. لا ده يعني مثلا عشر حجم الهرم وهكذا يعني. بتكلف فلوس وبتكلف جهد وبتكلف عمالة وبتكلفها كثيرة جدا. انما دلوقتي احنا نقدر نعمله على الكمبيوتر وتقريبا ما بيكلفنش حاجة. يعني ما بيكلفش غير مثلا الكمبيوتر والشخص اللي بشغل عليه فبقى التكلفة بسيطة جدا يعني. تمام? ففي مشاريع كتيرة ان ان انت تعمل الموديل بتاعه على الطبيعة بيكلف كتير جدا. بس هو عشان هو مشروع خاص او مشروع قومي فبنتطر ان احنا نعمله الموضوع ده. زي مسلا موضوع السد. السد العالي او الجسور عموما كل السدود اللي في العالم عشان انت تتعمل ما يخاطرش ان هو يعمل سد وفي الاخر يوع. فانا بيعمل ايه? المهر ماشي كده فهو بياخد منه التفريعة تمام? والتفريعة دي يبدأ يحط فيها سد وشوف السد ده يستحمل ولا لا. ولو اشتغل خلاص انا باقفل قبل السد بشوية وتجعل المهي تمشي في التفريعة دي. والسد الجديد قابل اأبني فيه من غير مية بحيس ان هو قادر ابنيه بشكل قوي. فتكلفة بتاعة الموضوع دوت ممكن تبقى تكلفته اعلى من تكلفة المشروع نفسه. فاحنا في البم لأ ممكن نعمل الحاجات دي كلها. والتكلفة زيرو. تكلفة كلها مجرد ان واحد يتشغل على الجهاز بيتور. وممكن الحاجة تحصل غلط. فيامل مرة تانية وить ثلاثة ورابعة بدون مكلفنا حاجة خالص. تمام طيب في بشواندس محمد مشكولا بيقول تكنولوجيا توفق بين المعماري والمدني والميكانيكا والكهرباء وباقي الأقسام. وأكبر ميزة انها بتلغي اي كلاش بيحصل بين المهانسين المختلفين في المجال اللي. ممتاز جدا يعني بدون الحياة الحلوة ان احنا شغالين. وجونا مثلا ان الراجل اللي بيستلم الشغل. الراجل اللي بيستلم الشغل. بيقول لنا فيه حاجة غريبة مفيش كلاشيات في المشروع. انت عملتوا ايه? اللي انتو بتعملوه دا اعملوه كل مرة. ان انت تدي له حاجة بيشتغل عليها. ما بيفادلش ان فيك لاش ويقول لك وقت في الشغل. طب الحاجة تتحل ازاي? لما تجي تحلها في الموقع بتكلف كتير جدا. لما تحلها على مرحلة تزاين سهولة التعديل في مرحلة تزاين اسهل بكتير جدا من انا قاعدة احل المشاكل ديت في الموقع. يعني ايه? تخيل مسلا بعد ما انت ركبت اول مسلا عملت القامرات وبعد كده بدأت تتبش بالمواصير فالليت ان المواصير بتاحتك او الكيبرتري او او خبط في القامرات. وما فيش حل بشتغل تنزل. لو نزلت هتبقى اوطى مثلا ميزة الثانية. فكسر في القامرات. بتقع تعمل حسابيات وممكن تعمل اعمدة عشان تسندها. فبتلاقي قصة طولة جدا. طيب المهندسي المدني بيستفد طبعا بيستفد حكي كتري جدا. الموديل اللي انت بتعمله على البيم بتاخده تدخل على برنامج زي الساب او روبوت او 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 بيفهم كل حاجة بش محتاج ان انت تدخله اي معلومة. بياخد الموديل بتقول له رن يروح مطلع لك التحليل الانشاء بتاعه. فدي من دمن المزايا. من دمن المزايا مرضو مطاع كلاشات. انه بيبدأ يحللك الكلاشات دي كلها ويقولك لو في اي مشكلة. طيب. لو جينا ببص كده ده البرج بتاع بابل ام زمان يعني من ام زمان كانوا يفكروا اي مشروع بيتعمل لازم يعرف حاجتين. المشروع ده هيخلص امتى? وتكلفته دي ايه? يعني ممكن المشروع الكبير نفسه ياخد كل خزانة الدولة زي ما حصل مع مسجد السلطان حسن في مطر. وده من اهم المباني الاسرائية اللي موجودة حاليا. جنب قلعة صلاح الدين عطول. الرجل قال لهم يبنوا المسجد بزي ايوان كسرة وخلوه اكبر وهو عهد يقولون حكسر جدا. فتقريبا الخزنة كنت هتخلص. لدرجة ان هو قال كلمة حلوة. لو انا كنت تعارف ان المشروع ده يحسب في كده. ولولا ان يقول ان ملك مصر لا يستطيع او سلطان مصر لا يستطيع ان يبني مسجدا. لو قلتلكوا قافوا شغل. تمام? الموضوع طول جدا لدرجة ان المسجد خلص البناء بتاعته هو ما بعدها في شهر شهرين. فكاد مشكلة بجر جدا. اتكلف فيوس كتير جدا. اتكلف وقت كتير جدا. ليه? لان ما فيش دراس الجدوى وما فيش عمل موديل وما فيش ما فيش بتاعت كتير جدا. بمقاييس العصر التعزمان هو عجوبة رهيبة جدا. وحاجة كتير جدا. لو جينا بقى نعمله من اول و جديس الفترة دي. هتلاقي لا يقول لك انت لك ميزانية محددة. لو تخططت الميزانية دي. يبدو المشروع فشل. فدي من ده من الحاجات اللي احنا لازم نخلنا بالنا منها. ان دلوقتي فيه ميزانية وفيه نسبة حسبك. وهو الحاجات دي كلها. طيب احنا فترة طولة جدا كنا بنرسم بالورقة والقلم والحاجات دي كلها. وبعد كده تطور الامر ان احنا وصلنا الموضوع ان احنا بنرسم على الكمبيوتر. وبعد كده فينا الاكبر من كده انها بترسم على البيل. طيب بنرسم وراء وقلم دي من ايام زمان. يعني دي مسلا نروح بقالها تقريبا 3000 سنة. موجودة في العراق. واحد رسم البيب بتاعه وهيمشي بالبنين ويخش بالبنين. ماسكت رأسي للمشروع. تمام? فدلوقتي النقلة من الورق اللي الكاد. كانت نقلة قوية جدا ومس كتير قومتها والكمبيوتر بيش ايفهم وبيفهم. ونحن جربنا وفشلنا وحاجزا كده. النقلة من الكاد للبيب اقوى بكتير. ليه? لان انت لازم تغير فلسفة الناس. الناس كلها مسلا تعود على الحاجة انت بتتعودهم على حاجة تانية. تمام? فانت لازم تكون هما معك في الصورة كلها. اه متعودين مسلا ما يشاركوش المعلومة. لو مشاركوش المعلومة بشبه في بيم. يعني محدش يقدر قولي انا شغال بيم انشائي بس. ومعنديش والمعماري والمي بيشغالين معي. لازم كلها نتكامل. ولا لو انشائي بس. هتقدر تجيب منين الكلاشات بين الميكانيكل والانشائي. مش هتحصل. الحصر بتاع المشروع بشبه كامل. تحصر جزء. تمام? طيب. ده مسلا موديل موجود في كنيسة موجودة. اللي هي اسمها كريستوفر رينز جريت موديل. دي الكنيسة دي دي اتبنت 1672. قبل ما يبدأوا عملوا موديل صغير بالشكل دوت. والموديل ده لسه حتى الان موجود في قلب الكنيسة. تمام? بيحس ان هو قبل ما يبنوا المبنى كله بتخيل. حتى الاصغر عامل بيجي يبصي فاهم هو عايز يبني ايه. بش هو بيرسم وبعد ما يبني. لا ده بش هو ده اللي احنا عايزين له. لا ده شكل اللي عمود بش كده لا. هو معامل الموديل دوت والناس كلها تخيلت شكل المبنى هيوصل لازاي. وتخيلوا شكله النهائي. طيب ايه الجديد بقى البيمي بيضيفه? الموديل ده كلف كتير حشان يتعامل بالجودة دي. هنا دلوقتي لا الموديل ده ممكن ما تكلفناش لحاجة خالص اللي نحن نعمله على الكمبيوتر. وبعدين تقدر تاخد فيه اي كطاعة. هنا صعب تاخد كطاعات. يعني لو حاولت تعمل حاجة بكطاعات هكلفت كتير جدا ان انت كل شوية تاخد جزء وتفصله بره وتاخد جزء وتفصله بره وهكذا. عاملها زي لعبة الليج ومسلا بتوصل المكعبات ببعض وحاجات زي كده. زيد ان احنا عندنا الفور دي بنشوف المبنى وهو بتبني مرحلة مرحلة. يعني اول حاجة هتبني دي ولا دي ولا دي ولا دي. فيبدأ يوريك دي الاول بعد كده دي وبعد كده دي وبعد كده دي. لا ده فيه مرحلة الحفر. فيبدأ يوريك مرحلة الحفر واحد كسا. خبام? ففكرة الكاد اللي احنا اشتغلنا بها فترة طويلة من المخاضرامين من ادركوا الكاد وادركوا البيم. فتلاقي القصة كده ان كل واحد معا ملف وبيديل ده. واصلا احنا مش قادرين نفهم ايه الرابط بالنو ده. يعني اللي يربط اللي بين اللوحة الكاد انت هتدور الاول ولوحة الكاد الدور التاني. الكمبيوتر مفهمش ولا كد يفهم. انت اللي بتتخيل ان دي فوق دي وتتخيل دي فوق دي. انما في الواقع مفيش حاجة تقولي في الكاد ان دي فوق دي. في البيم لا هو كله مع بعض. انا ببني المبنى الكوطلة واحدة. تمام? مفيش حاجة تقولي ان الخطين دول حيطة ولا اه عمود ولا كيبول تري ولا خطين دول بتوع جريد. مفيش اي حاجة فالس. اللي يقولي انا بتخيل انا ببعارف انا ببقى فاهم. في البيم لا هو موضل موجودة هوت ولو اي اي حد عايز اقام عنوما بنجيبها له ونحطها ويقدر يدخل. يقدر يشوفها. المعمار يقدر يشوفش كل شغل الانشهاي. يقدر يشوف كل شغل المعمار يقدر يفهم معايز ايه. في مشاريع ما بتقدرش تفهم زميلك في الشغل عمل ايه غير لما المشروع يخلص. يعني لو المعمار مسلا عمل السقف على على اتنين فلور. ما تقدرش تفهم معايز ايه. تمام? ممكن في في ساعات بيتعمل حاجزة كده. بدرش تتخيل او تفهمها. غير في اخر مشروع في البيم لا. باخد سكشن وافهم ايه الحتة دي. تمام? طيب. فعشان كده ان في مباني كتير اصلا في الفترة الحالية. ما تعملتش قبل كده. فلازم يتعمل لها سيموليشن وريد ان نفهم الحاج دي. يعني مسلا على سبيل المسال كنت شفت فيديو في ناشنلن ناشنلن تعفى بوظابي. كان بيكلم على بورج العرب. فبورج العرب ليه خاصية معينا. هو موجود مسلا في قلب الجزيرة وجنبيه مية والمية دي ممكن تكسر. فعايز يعمل سيموليشن. فلما جاي يعمل السيموليشن بالحاجات تكلف كتير جدا. ان انت بتبني مكان معين وتبني نموذج ليه حقيقي. وتعرق بتاع يخلي فيه هوا تامشي وتخلي فيه طانل موجود بيمشي في الهوا والمية وتبدأ تشوف اللي ازاي هيتكسر لأ. فكلمة كبيرة جدا. لما بنعمل موديل بيم ونبدأ نوديه. لايه بناجم برامج بيدوه سرعا ان يشتغل عطول. مهما كان الحاجة اللي انت عملها. ده مثلا المشروع معمول. ده مهم بقى للتوقع مدني وانشئ. ده متحف موجود في قطر ومتحف ده يتفتح وزغط ومسلا انا جي اتناشر مرة قد دلوقتي. تمام? ويمكن مش عايزين ندخل في دورته كتير. بس المتحف ده فيه ميزة جميلة جدا. ان هو بيخلي الزوار والاطفال يتفعلوا مع بعض الحاجات. ابني اقول له تعال نخرج يقول لا انا عايز اروح ايه المتحف بيلاه في بعض الالعاب الزريفة. فدي حاجة مهمة جدا لناس بتصمم متاحف. ان هو يخلي الناس يتفعل معهم. طيب نرجع لموضوع البيم. البيم دوت كل قطعة من دول ما ينفعش يتركبها مكان قطعة تانية. فلو احنا بنشغل بطرق التقليدية وبيبعثوا التفاصيل كان بيطلع غاطية كتيرة جدا. ويجي يتركب القطعة تلاقيه بش معمولة فاتترد ان انت تقطع في قلب الموقع. وده في خطورة على الناس وفي التطويل لمدة الشغل في الموقع. فده ضد السفتي. فلما احنا عملناها بشكل انا مشغلش في المشروع ده. الناس اللي شغلت في المشروع ده عملوه بشكل الدقيق وبعثوا. الحاجة باتتتعمل تتركب على طوات. باتتعمل اتركب على طوات. ان شاء الله بالبيم. واتقال كده جال جال نوبل اللي كان عمل ال مشروعه طاولت. المشروع ده كان مستحيل يتعمل من غير بيم. وكان مستحيل يتعمل ببرنامج غير برنامج تيكلة. دمام؟ طيب. انا اشوف لو في اسئلة وبعد كده اكمل. طيب جدا باش ما انسي اسميه نعم بجريل تمام طيب وبعد ما المشروع يخلص يعني لو المبنى خلص وعايزين نهده فحنا نتكلم انشائي دلوقتي او مدني ان انا عايز اشوف ايه الحاجة اللي مكنت اثر عليه فبدل ما نقصر كل الاعمدة لأ بنعمل سيموليشن مشوف ايه الاعمدة اللي انا لو اا قصرتها مرة واحدة المبنى يقع بشكل رأسي من غير ما يميل على اي مبنى او يدمر اي مبنى من المباني اللي حواليني. طيب اا بيوفر وقت وموجود وتكلفة من احنا اكشف العيوب قبل ما نبدأ تنفيذ. ممتاز جدا. ااا مش مهندس اا لا حداد. ممكن نعمل خطة زمن المشروع. لا هو في حاجة اسمها الفور دي. تمام? ممكن اورهالكو. اا هيت. الفور دي بيعمل ايه? الفور دي بياخد الجذب اللي الزمني ويبدأ يزرهولي. على سبيل المثال اوريكو مشروع مسلا كنا احنا عامليله. تمام? اهو. عشان بس فكرة الفور دي. ان انت معاك جذب الزمني الحاجات هتعمل امتى? فانا باورهاله في الفور دي بحيس ان هو هيقدر اتخيل. ده شكل ما انه هو سري دي. لا انا انا عايزه سري دي. انا عايزه فور دي. يعني ايه فور دي? يعني اضيف لي بعض زمن واشوف هو بتبني. اهو. اهو. بدأ اشوف. فانت عارفت مسلا ده في تريفون كذا وده تريفون كذا. الحفار هيبدأ يشتغل هنا والحاجات دي هنا. بدل ما انا بديهم تعليمات. وهو ما بش فهمينها. لا هو ما يشوفوها. دعنيهم. فكده المهندس فيهم. والعامل فيهم. والناس اللي هي الرسمين فيهم. كل اللي الناس فهمت. ايه اللي هيبقى بليه? حتى هنا الشادات الخشبية والفور مورك والحاجات دي كلها. بتتحطي وتشيل. يعني انا بنحتاج مثلا ان انا حط شادات خشبية بالمصوب. بشوف بتتعمل ازاي. فده مثلا الفور دي. ان انا. بعملك ازهار للجدول الزمني. بدل ما هو ارقام في جدول. لا انت بتشوفها قدامك. وهي بتتبني. بالشكل دوت. اصبح شيء اساسي في كل المشاريع ان احنا نعمل فيه موضوع ربط بجدول زمن. اه فينا سألت الفيسبوك اوضح. فينا سألت الزوم اوضح. على مواتب المحاضرة مسجلة وان شاء الله ترفع برضو على الصفحة باسن الله. رابط للبرنامج. هو البيمي مش برنامج. البيمي فيه برامج بتشارع عليها. من اشهر البرامج بالنسبة بتوع مدني وانشايا عندنا برنامج تيكلة. ده برنامج متخصص جدا وبرنامج كوي واسبت اه وجوده. فيه برنامج اللي هو الريفت. طبعا ريفت بسلطة بالريفت بيبقى فيه كل حاجة. فبسلطة بالريفت بيبقى شغال معي. انه انتم بتتكلم على البعض الرابع بيبقى احنا نتكلم على برنامج النافس ووركيس. او برنامج السينكرون. تمام? طيب انا عايز اسئلة عشان ايه نقدر ننتجاوب مع بعض اكيه ان شاء الله. طيب. لو احنا جينا بصينا على الخارطة الدين هنلاقي ان الانتاجية اللي موجودة او في في بقية الصناعات بعملها تتطور. الانتاجية يعني بدأ ايه آآ بدل ما العامل بانتج كطعة لا بانتج عشر كطعة. وهكزه. انما مجال من بلو 50 سنة ما بيكوش اي تطور من 1964 ويمكن اطر من كده مفيش تطورات فيه تمام احنا فيه فتورة جدا ان المهنة مش بتتطور كل شوية التطور اللي بيحصل في مجال الموبايلات رهيب جدا ما كانش فيه موبايلات ام كان انا فاكر 2005 مثلا اول موبايل جبته او اول موبايل شلته وكانت الموبايل ده في 2000 مفيش يعني اللي هو ابو ويرس مثلا هو اللي جايب الموبايل دوت دلوقتي خلاص بقى مفيش واحد غير موبايل واثنين وثلاثة فهي الفكرة كلها اه ان فيه تطورات العربية لو شفت العربية 1964 وشفت العربية دلوقتي مفيش لو شفت تلفوناتها هتلاقي فيه فتلاك كبير جدا في مجال الصناعة مفيش والانتاجية برضو هي هي عدد العمال بنتجه نفس الشغل ففيه خطورة جدا الحاجة الرهيبة اللي حصلت او النقلة الرهيبة هي انصحك اتعلم ان شاء الله هتعلمه بإذن الله حاضر طيب النقلة الرهيبة اللي حصلت في المجال بتاع الكونستوركشن هي تقنية البيم حتى تقنية البيم سمحت بدخول تكنولوجيات كتير جدا تمام اه زي مثلا فيشل الرياليتي واليجمانتد رياليتي والحاجات دي كلها ما كانش هنقدر نشتغل بيها من غير بيم يعني ايه يعني ايه يعني انا دوقتي الفشل الرياليتي بلبس المنظرة واتخيل نفسه جوها المبنى وممكن يكون التطميم يعجبني ما عجبنيش اقول كومنتات حاجات زي كده فأصبح التكنولوجيا دي كانت بعيدة جدا عميات بكوستركشن ازاي هتطبع في اللوتوكات او زي هتطبع في الورق او الحاجات دي كلها مش هقدر انها بتكونوش ربين ما قادر اطبالوا ادخل منها الافضل في الفور دي النفس ووركس ولا السينكرو طيب الاسهل النفس ووركس الاقوى السينكرو بمعنى النفس ووركس سهل جدا تتعلمه وما بدخلكش تفاصيل والحاجات دي كلها بس السينكرو فيه امكانات اكتر وفيه تفاصيل اكتر وبيدخلك في حاجات اكتر لو انت بلانر خش في السينكرو لو انت بش خصوصك وراجل شغال مثلا مهانس مدني او مهانس معماري وما تعرفش في البرامافيرا وما تعرفش في الحاجات دي كلها ركز على النفس سوركس هتلاقي اسهل بكتير والحمد الله احنا شرحنا الاتنين في بيم اقريبا اشرح لنفس سوركس وشرح لسينكرو ينفع وانا بصمم بيم مائل احسابه نفس البيمن العادي انت تقدر وانت تعمله موديل بيم مائل ما تشمل مشهش خالص لو انت بتكلم على القامرات تقدر تعمل القامرة ميلة بيديك الامكانية دي في قلب الريفت الانشائي وفي قلب الوطوكاد الستركشور وفي قلب التيكلا وكل البرامج الانشائية هتلاقي فيها الخاصية دي لانهم عارفين انها حاجة أساسية طيب لو جانا نبص برضو على الطريقة العادية في كل مرحلة من المراحل في مرحلات البيلانينج عملت بعض المخاططات لما بنلع مرحلات الكونستركشور الديزاين بنلاقي في بعض اللوح ضاعت في فقد المعلومات وطبعا اهم حاجة في الصناعة باعتنا المعلومات تيجي تني المرحلات الديزاين ممكن تني من شركة لشركة او من فريق لفريق فتلاقي في مرحلات الديزاين في بعض اللوح بتضيع او انت تديتكم مية كتير جدا من اللوح فبش عارف اخر حاجة ايه فممكن اعدمت لوحة قديمة واشتغل عليها وبعد ما اشتغل عليها يكتشف انها لوحة قديمة فيطر يعيد الشغل فبتحصل كتير جدا لما باليما محاة الكونستركشن الابريشن ده شخص اخر فبتلاقي الفضل المعلومات انما هنا انا عندي في التقنية البيم هو نفس الموديل اللي بنشغل عليه من اول يوم لاخر يوم طيب هنلاقي ايه هو البيم يعني فيه تعريفة كتير جدا وكلها صح ومش اي مشكلة ولا مش هحتي في الاصطلاح المهم ان احنا عرفين احنا بنتكلم عن ايه الفكر كلها ان انا بعمل تمثيل لكل العناصر اللي موجودة في الواقع موجودة في المشروع بعملها عندي في الموديل بتاعي تمام بحيث ان انا لو طلبت الحصر تظهر معي لو طلبت الكريشات تظهر معي لو عايز ايه معلومة عشان اخد قرار تظهر معي فهي دي الفكرة كلها من موضوع التكنولوجيا البنية هو اختصار Building Information Management يعني ادارة معلومات البناء ادارة معلومات البناء لو انا عملت select علي عنصر يبدأ يقول لي دي العنصر ده عبارة عن دكتورك عبارة عن terminal عبارة عن كذا 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 بيجديني كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاج و لو احنا قررنا بين الكاد والبيم هنلاقي ان السكماتيك هنلاقي ان في كل مرحلة مراحل البيم بياخد وقت اقل في الشغل يعني بدل ما ترسم خطين بعد كده ترسم تتأكد من الليارات وبعد كده تعملهم offset وبعد كده كثة طويلة في البيم بارسن حاك بيطلع معي في سيري دي واطلع معي في section واطلع معي كل حدي في حاجات بقية بيوفر معي 99% من الوقت زي مثلا ان ان تتعمل هو بيقول لي فين امكان فانا كده وفرت وقت كتير جدا موضوع الحصر موضوع الحصر موفد يوفر لي 95% من الوقت ليه لان الجدول بتبقى موجودة في التمبيليت وتبدأ تشغع عليها وهي موجودة في التمبيليت بتوفر معك وقت كتير جدا تمام في الكاد كل حاجة موجودة في ورقة الواحدية في مكان لوحدة وحاجات دي كلها تمام الاسكادول موجود لوحده الدور الاول موجود لوحده السكشن موجود في دور لوحده المعمار الوحده البم هو موضل واحد وكل الناس بتاخد المعلومات بتاعتها وتدعها تشغل عليه فانت في الكاد ما عندكش حاجة خالص تدع ترسم سكشن تتخيل الحاجات تبع معمولة ازاي طبعا انا من المخاطرمين فاشغلت كتير بالحاجات دي فانا عندي سير سيب المهنة وما يرجعش الشغال كالتاني ففي البم انت عندك اي حاجة هتاخد سيكشن سوين هتظهر معي التصميم على الروبوت البرنامج الروبوت ممكن تكون فيه مشكلة يعني حاولت معرفش المشكلة الموجودة ممكن يكون عندك فيه مشكلة في التصميم نفسه الروبوت والريفيت الاتنين التو ديسك اشترتهم ليس التو ديسك اللي بدته من السفر التو ديسك اشترت الاتنين ويبقى لهم فترة موجودين مع بعض فهم كل شوية بيتألفوا مع بعض كل شوية المشكل بتقل فإذا كانت فيه رقم متغير لا حاولت تراجع الموديل لازم نراجع نشوف فيه مشكلة البيم الفرق البيم هنا اضاف الميزة يعني اكيد اللي بيشغل بيم بيشغل كاد فهو شغل في الاتنين فالبيم بيكون عنده ايكانية ان هو يتعامل مع برامج البيم زي الانفرا ووركس زي الرود ماب او مش لازم كلهم يعني ما فيش حد عارف كل البرامج في ناس بيتأرف الشغل على برامج بنتلي زي الرود ماب في ناس بيتأشغل على برامج الـ 0 3D في واحد تاني بيتأشغل على برامج الانفرا ووركس ممكن الشغل 0 3D مع النافس ووركس عشان اوجد كلاشات يعني فيه ساعة ايه مثلا يعني فيه مشاريع موجودة ما استخدموش فيها موضوع كلاشات فهو لما بيجي اشتغل بيلاقي شبكة المية زي الفل شبكة الصرف زي الفل شبكة ترزي الفل لما بيجي احطهم على بعض بيلحق خلطة بعض لما بنشغل باب في البيم بيقول لي مسافة بين القهرباء والمية متقلش عن متر عشان لو حصل تصرب افكي ورأسي وجانبي وهكسب فبيديني الارقام دي فانا بدخل الحاجات دي على برنامج من برامج البيم متاع كلاشات زي نفس ووركس زي السينكرو فيه برامج كتيرة متخصصة في موضوع كلاشات وبقول له عندي حاجة اسمها هارد فلاش وعند حاجة اسمها سوفت كلاش هارد كلاش الاتنين خبطين مع بعض فعلا تمام فهو بيقول لي اندي عندك متين مشكلة فلازم حل متين مشكلة دي قبل ما ابعت للسايت اقول له اشتغل بعد كده بقول له بقى انا عندي برضو صوفت كلاش صوفت كلاش يعني بتخلطين مع بعض بس لازم تحلوها فبرضو بحلها قبل ما ابعتها لموقع تمام لازم احل كل المشاكل بحيث الراجل اللي شغل في الموقع يشتغل بدون ما يبقى عامل حسابه الان طب الحاجة دي ممكن ان الناس انتحصل فيها كلاشات ممكن ان تحصل فيها لاخبطة لا انا ببعت له اللوحة انا شايفة قدامي والبرنامج بيقول لي ام تحصل فيها كلاشات لو الراجل شغل بمزاج الراجل اللي بدل ما يمشي على اللي انا عامله شغل حاجة بمزاجه وفي ساعاته تبقى الغلطة من عنده طيب نكمل حلو سؤال بتاع لان البيم النسبة اعتقد انها مبنى لا البيم ممكن يكون مدينة كاملة معمولة بيمي لا ممكن مدينة اي زي كده طبعا هيفيدني في حاجة ترى جدا نحن نتكلم على موضوع سمارت سيتي حد يقدر يقول لنا ايه هو السمارت سيتي او هو ايه تصوره لالسمارت سيتي انا عارف ان فيه تأخر بالحاجات او طبعا لو حد عارف سيفل سري دي هيلاقي الافكار في برامج الانفرا ستراكشور يعني احضرتك مثلا تخصها في السيفل سري دي هيبقى سهل جدا ان انت تخش على برنامج من البرامج هتلاقي الفكرة واحدة او مجرد بس اختلاف في البرامج برنامج الانفرا ووركس احنا شرحنا في بيم عربي على اليوتيوب مشروح بالتفصيل يعني فهو اسهل بكتير من سيفل سري دي اسهل بكتير برامج البيم سهلة جدا لانها منطقية ويعني الواحد بيلاقي اللي هو بتخيله او اللي هو بيصممه موجود قدامه بيسهل بكتير بيسهل بكتير بيسهل بكتير وعندي معلومات تانية خاصة بكل مبنى يعني المبنى بتعمل بيم فانا عندي المعلومات اللي بتخرج منه فقدر استمتج معلومات خاصة بتددت وفار لكهرباء وممكن تفار لمية ممكن اقول له مثلا خلي الطريق ينور لما العربية تمشي جنبيه خلي فيه لو اي حركة مريبة طبعا فيه زكا صناعي بحيث يستنتج اي حاجة خاصة بيه اي حاجة خاصة بيه اي حاجة خاصة بيه حركة مريبة اي حاجة حاصة بكذا فيدي انزار تلقائي يقفل بجواب الحاجات دي كلها يعني ممكن اهو زكا صناعي لو وحق في ايديك يجيبه وطلع مسدس هو اوتوماتيك يولوت الموضوع دوت ويروح عمل انزار او يقفل بجواب على الشخص اللي هو معه سلاح او حاجزا كده طيب اهم الحاجة في البيم عندنا موضوع الانفورميشن يعني سبب شغل جوا مبنى او في مدينة او 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 ان انت تكون حاطة كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تتاخذ القرار لو احنا جاينا نبص كده ان احنا عندنا مثلا الحاجات اللي هي المبنى السري دي اللي حم نعمله في البيم فاي لحظة عايز تاخد سيكشن هتاخد عايز تاخد قطع هتاخد عايز تاخد حاجة مثلا مسكت افك لاي مكان هتاخد كل اللي انت عايزه هتلاقي ان شاء الله عايز تديلز الحاجة هتلاقيها ممكن تشغل في اكتر من فيو لما بتعدل هنا بتعدل هنا بتعدل هنا بتعدل هنا بتعدل هنا بسلوب الكاد لو انت عددت في البلان ما بتعدلش في السكشن لازم انت تروح للسكشن طب اقدر انت نسيت تعدالها في السكشن خلص الراجل اقولك انا عندي لوحطين غير بعض ممكن تسخرج منه حسابات التصميم الانشاية او سهل جدا انه انت تطلع منه حسابات التصميم الانشاية تمام اا البرامج البيم فيها حاجة كسي جدا وفيها حاجات بتبقى ادنسي بنضفها على البرامج الريفت او بنضفها على تيكلا زي دي ان هو بديديك المبنى جايز تدخلو على برنامج زي الساب او الروبوت او او البرنامج اللي انت بتعود عليه يلوح مطلع لك المعلمات الجهزة يعني لما تخش مثلا على برامج الساب وانت خارج من البيم بتلاقي الحاجات تاخذ منك اا بش محتاج انت ترسم حاجة بش محتاج انت تدخل حاجة تدغط الشرع داعاته تمام شامل وسائل تطوير بغرض دعم المدينة ودريطا زي سنغفورة سنغفورة من البلاد اللي معتمدة على موضوع البيمة بشكل قوي في ادارة المباني بتاعتها واي حد عايز يعرف معنوات الموقع بتاع سنغفورة بتدخل تقول له انا عايز شوف المدينة في ورهالك تقول له انا شوف مثلا الارتفاعات بتاعتها عايز شوف حتى الارض الفاضية اللي هادر عامل عليها مشروع عايز شوف مساحات الاماكن اللي انا ممكن اقدارها بيدي كل المعلومات دي كلها في ثواني يعني بيديها مدي حاجات صالحات الزائر العادي وحاجات طبعا لدارة المدينة خاصة بالدارة العليا يعني تمام فالفكرة في البيمة انت عندك ده باسس اي حاجة بترسمة بتطلع معاك في الجدول على طول الاوتوماتيك يعني الجدول دوت بيبقى معمول اصلا قبل ما تبدأ شغل ده موجود في التمبليت مجرد بس تبدأ تشغل يبدأ يجيل لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها لاتخاذ القرار تمام كل المعلومات الداتة زي ايه زي ايه لو انت شغال وعملت سيلكت مثلا على كامرة بيش يقولك طول العرض بس لا ده يقولك الموضوع الخامات اللي موجودة فيها اه لو في حاجة خاصة بالسيانة يقولك عليها اه لو فيه اي ممكن يجيب لك فيه جدول كده بيسهر يقولك ايه العمود ده من دور ده للدور ده ومن دور ده للدور ده وفيه عمود مسلا النشأ في الزرع في المكان الفلاني وفيه عمود ماكملش السنك بتاعه تغير انت تتكلم مع قاطع البيانات ومش بتتكلم مع برنامج يعني هو مش تطوير للكاد لا مختلف تماما عن موضوع الاتوكات فلو عملت سيلكت على انصر يبدأ يجيب لك كل المعاملات يجيب لك الاسمبل كود بتاعه ويجيب لك التاريخ اللي هيتبني فيه التاريخ اللي تبني فيه يعني البلاند والاكشوال يبدأ يزروني انا همنتظر اسئلة بتاع الكل اسئلة اهامة كتير من اللي انا بقوله انا بتعلم كتير من اسئلة فبحب الاسئلة جدا طيب اه عندي هنا هو اي حاجة تعمل سيلكت عليها بيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيها عندنا حاجة في البيم اسمها 3D لازم يبدأ بيها ال 4D اللي هو الوقت ال 5D اللي هو التكلفة ال 6D اللي هي الاستدامة وطبعا المنصيم مدني لازم يركزوا على قدار الاستدامة لان خبر منصيم معماريين محتكرينها بس هي لازم في الاستدامة تكون مركز لان جزء كبير من المبنى عبارة عن الخرصانة او الحديد اللي موجود فلازم نحسي ان الاستدامة اللي احنا استخدمنا خرصانة خضرة تمامتزة جدا المادة اللي احنا استخدمناها مكونش بتطلع كربون مكونش مضرة للمكان لانا اللي حان نعود 90% من الوقت بتاعنا في جوه المباني فلو انت عامل حاجة تدور الانسان اللي قاعد فهجيله امرك كتير جدا بسبب انه هو قاعد في مكان مفوش شمس مفوش مية مفوش تهوية الحاجات دي كلها فلازم نتعامل مع بعض تمام يعني لازم نتعامل مع بعض ماندس المعماري وماندس المدني وماندس الكهر ومكانيكل بصموم الانسان ازاي هابدأ برامج البيم وازاي اقدر ابدأ فيه انا بدأت رفت انشاء وعاوز ابدأ صحف البيم ومحتاج اعرف برامجه وكل حاجة ساعدني للعلم انا مدني انشاءت طيب بداية نهاية المحاضرة دي احنا بنتكلم فيها على اهمية البيم وإيه الفوائد ممكن انا شغال رفت انشاءت بس بش في دماغي موضوع كلاشات بش في دماغي موضوع جدول الزمن فانت عملت الجزء الكبير ومحتاج بس ان انت ايه تبدأ تشوف ايه المزايا اللي انت ممكن تاخدها من الموديل اللي انت بنته احنا في بيم قريبا بنشرح الحاجات دي بتفصيل ومجاني وبنعمل فيها كورسات وبنطلع ملنا شهادات فانتدار تشرفون ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها ونبدأ انتعاون مع بعضك باسن الله ايه فكرة البيم كلها ان انا اكون مركز على موضوع المعلومات في نات كتير بتعمل الموديل بتاع البيم وهي بش في دماغي ان هو حط المعلومات بش في دماغي ان هو اه مجرد بس ان هي اجباري ان انا عملها بالبيم فعملها بالبيم طيب انت بدل ما انت عاد في الوقت دوت بتعمل ولا حط المعلومات اللي ممكن تساعدك على اتخاذ القرار اه حتى ممكن ما شغل نكونش مطلوب مني بيم اه بيم اريبيا بيم اريبيا فهنحط الرابط ان شاء الله بعد المحاضرة بسم الله اه الفكر كلها ان احنا بنحاول ان نفهم الناس ان هو يشتغل بشكل صحيح يعني موضوع الاستدامة ده من موضوع المهمة جدا وناس هتهملو او ناس واحد او اتنين في الشركة بيكون هو مهمته ومنس الاستدامة والباق كله بيهملو لا احنا عايزين كل الناس يبدأ تشغل في موضوع الاستدامة مهما كان تخصصه يبدأ يشوف ازاي يعمل مبنى للانسان احنا بدمدي للانسان يعني اه وبدمدي للانسان هو يبقى عاد يستراح في البيت باش مجرد ان هو اه ما كان يقدر ويعط فيه خلاص لا يعطي يعيش فيه واستراح فيه وكل حاجة البرامج ممكن ان شاء الله حاول ان نبعط لكم كتاب كبه صغير مجاني فيه كل البرامج بتاعت البيم بحيث ان انكم تقدروا تستفاد من اقتصد درسات فلو احنا بسينا نلاقي فيه تكنولوجيا كتيرة جدا بتشغل في موضوع البيم دير زي جاء اس بدأت بفيته يكمل كبير جدا بين الجاء اس والبيم وتبادل المعلومات اسد منجي منت اللي هي ادارة مشروع المبنى بعد ما يتبني تقدر تدير معلومات المبنى اللايت ديزاين بشكل كبه جدا حاليا بنادي كورس في قرش عامل المجانع في موضوع البيم دوت وفيه موضوع اللايتينج ديزاين دوت طيب هتلاقي كله مرتبط بموضوع البيم فانت هتلاقي ان حاصلا كان عندنا مسلس ديزاين وايو كان عندنا مسلس يقولك ايه التكلفة والوقت والجودة طيب التكلفة والوقت والجودة التلاتة دول يقولك ايه دول مسلس لو انت قللت الوقت فده هيجي على حساب التكلفة وهيجي على حساب الجودة تمام فا او عملت العكس لو انت عايزت جودة اعلى فلازم تزود الوقت بزود التكلفة. لو انت عايز تزود التقلل التكلفة فهتيجع على حساب الوقت. وهكذا. فدلوقتي احنا عندنا البيم بيقلل لي في الوقت وبيقلل لي في التكلفة وبيزود لي في الجودة. فعمل تغير كتير جدا في المثلث. تمام? طيب هل في برامج البيم حاجة اسمها آآ مودلينج نتورك انفرستركشور انجينير. اللي احادك توضح نعمها هي عشان سأل عنها ومعرفتش. ما عرفش ايه المصطلح دوت. تمام بس خلينا. اوا مهندس خاص بالنوع يعمل مودلينج للشبكات. طيب عشان برضو كن اوا انا فهمت كدس سوية. المودلينج نتورك انفرستركشور انجيني. مهندس مختص بنوع يعمل مودلينج دي الشبكات. طيب عشان يكون متفقين. ما فيش مهندس بيقدر يعمل الموضوع كله من اول الاخره. في الجزئية دي. ليه? في مهندس بيقاء مرجعك احت الطرق. فهو ممتاز جدا في موضوع الطرق. بس الميا والدرينيج بيقولك لا انا بش تخصصي. في واحد تاني هو التخصص بتاعه كان من درس الميا وكذا. واحد تاني مهندس بيقاء. فموضوع الشبكات لازم بيقى يحدد بقى. هل هو هيركز على موضوع الالكتريكال. ففاهم الالكتريكال كويس او فاهم موضوع الميا فاهم موضوع الدرينيج فاهم موضوع القهرابة فاهم موضوع الروض. ومستحيل تلاقي حد فاهم الحاجات دي كلها. لان الحاجات دي كلها مطالبة الدراسة ومطالبة حاجة كتير جدا. تمام? طيب فهنلاقي ان احنا برسالة في ان احنا ندير كل معلومات المشروع. بمعنى ايه كل معلومات المشروع? لو انت بتكلم مثلا على ادارة الريسك. هو منقوى جدا في موضوع الريسك. ادارة الطايم. ادارة الكواليتي. ادارة الشينجي منجي منت. ادارة كل انواع الادارة اللي انت بتخيلها موجود فيها. وهتلاقي حتى البيم بي بيو سي باستخدام البيم بالذات في البروكيورمينت. تمام? وهتلاقي كل حاجة خاصة بادارة المشاريع. تمام? ادارة المشاريع مش مقصود بها مدير مشروع بس انت كمهندس انشاي او مهندس مدني او بلانر مهتم جدا في الموضوع ده. وتلازم تفاهم الجزئية اللي انت موكل بيك او اللي انت متخصص بيها. تمام? وهتلاقي ان البيم بفيدني كسافتي يعني حتى مانت سافتي في الشركة انا قد شغال فيها او الشركة انا قد شغال فيها بكاتر. كان عطول نعطبع بعض ان نزبط حاجات في السافتي. تمام? ونبدأ نشوف ابطل حاجة تتعمل ايه وهكذا. طيب. لو جينا نبص كده من دم برضو الحاجات البسيطة يعني ازاي البم يستعمل في ادارة مشاريع. ادارة مشاريع فيها حاجة اسمها Work Breakdown Structure. ان انا بقدر اقسم المشروع بتاع الاجزاء لاصغر جزء وممكن ما نفعش اقسم بعد كده. دي كل واحدة فيهم ببدأ اديها رقم و اديها تاريخ و اديها من اللي هشغل فيها حاجات دي كلها. ممكن في البم مع الموضوع دوت. الرقم ده اكتبه في العمود و اكتبه في الكاميرا و اكتبه في كل مكان. في الوتوكاد مستحيل. ما فيش امكانية لكده. تمام? طيب. دي اللوحة اللي احنا بدأنا بيها بنقول ان دلوقتي اصبح في اه 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 اتوكاد و اصبح في اه ريفت وجوه ريفت بيقصي حاجة اسمها برماجة بالداينامو و في برماجة كسب. اصبح فيه تطور للمعلومات اللي موجودة. فالموضل اللي انت عملته عملته في الريفت و عملته في تيكلها في اي مكان. بنقدر نربطه بالداينامو و بنقدر نربطه بالثل و بعد كده ندخله في الجانت الشارت و بنقدر نعمل بسلوب 3D الكمبان ده سلوب الادارة المشروع بنعمل بشكل قوي وضقيق وشكل مرقي. الحاجات المرقية بتبقى اكتر وضوحة بكتير من فكرة الحاجات اللي مكتوبة بخط الايد و مكتوبة في البرومانفيرا و مكتوبة في الحاجات ديه. فاحنا بنقدر ندير المشروع و بنقدر نربطه بحيث ان انت تقدر شوفه وهو بيديني. طيب انا كانشائي اتعلمت على الروبوت و لو كاد اسيبهم و اروح على البيم. لا ما اسيبهمش اخدهم معاك. يعني انت لو رحت على البيم مسلا برامج زي برامج الريفت او برامج تيكلة او انا بعمش العيل اي سوفتوير او باخد منه فلوس بس انا انا بقولك ان في برامج قوي جدا في الموضوع دوت ممكن ان تفيدك. هتلاقي الاسلوب اسهل بكتير. يعني هتلاقي الوقت اللي انت بتاخده عشان تعتني حاجات على توكاد هتلاقي الوقت اوفر بكتير. والروبوت انت تاخد الموديل من الريفت في حاجة كترة تتعمل عشان تبدأ الزباطة في الروبوت. هتلاقي تقريبا مسلا 90 فرمية من حاجات بطارت انت بتلاقي الموديل عندك جاهز. و 3D فتقدر تعمل الاضافة اللي انت عايز تزهرها هانيك. تمام فاتعلم البيم و معاك الاوتوكاد و معاك الروبوت مش هتفصل حاجة. البيم بيديك الموديل جاهز تاخد المعلومات تطبقها في الروبوت او في الساب او اي برنامج انت عايزه من برامج التحليل الانشايا. تمام اي اسئلة انا في انتظار انا بتمنى اسئلة كده تكون مفاجعة. تمام فاده الموديل بابدأ اربطه في الجدول الزمني وبستخدم الديناموعة سهل علي موضوع الربط بحيس انه يشوف اللي اسامة المشترقة ويبدأ يزهرها لي ويقدر يدفلي السعر والفلوس في الحاجات ديه. تمام طيب دي دي مسلا من ضمن المزايد ان انت مسلا اللي عاربت على شباك تقدر تشوف اليو فاليو بتاعته تقدر تشوف تقدر تشوف اليو ار ايل الموقع اللي انت شاريت منه الحاجة الاعداد بتاعته التواصلات بتاعته هكذا. فهو الموديل بتاع البام بتلاقي فيه المعمار والانشاب كهر و الانسان. فلازم يكونوا مطبئين مع بعض. في لوحة الاعتقاد لا بتلاقي ده الواحد وده الواحد وده نعمل ايديك كده وده نعمل ايديك كده مش متوافقة مع بعض. الفساد مثلا او الهايكة الخارية هو الجلد. تمام? وهكذا. فتبدأ الحاجات كلها تبدأ تتعاون مع بعض. فانت لو استعملت البام هتلاقي نفسك بتوفر اخطاء ده اللي هيخليك تسيب الكاد وتتجي للبام. وهتلاقي ان التقدير التكلفة اقصر دقة. في مشاريع كتيرة وقفت لان تقدير التكلفة كان غلط. او مثلا الراجل نفسه المدير المشروع او الراجل المفروض ان يمسك المشروع. الرقم مش مزجوط واعز مسلا ان يغرر الراجل لو هيدخل في المشروع. وقال له مسلا ان هكلف اتنين مليون. فالراجل عام حسابة اتنين مليون. فوجة ان هو دفع اتنين مليون. واحنا لسه بنعمل في البازمانت ولسه مطلع النوش. طبعا تكلفة كبيرة في الجزء اللي تحت وجزء اللي فوق بيبقى خف. بس هو لا ان هو المشروع هكلف خمسة مليون. فقال لك لا انا مش استعمل وده حصل مع مشاريع كتير جدا. نسبة كبيرة جدا من المشاريع تقريبا 40% ما بتكملش بسواب حاجة زي كده. تمام? في تطوير للسكادول فيه اطميز للديزاين. ممكن تعمل ديزاين وتقول له وريني فيه تيزاين افضل وهكذا. فيه زكاء جدير جدا في موضوع البيم دوت. تمام? تمام. زايد ان اغلب شغلنا في موضوع البيم بيبقى في اول المشروع يعني بتحط كل المعلومات. فلو في اي تعديل بيبقى سهل جدا ان انت تعديل في اول مشروع. انما في الكاد بتكتشف الاخطاء والتعديل وكل حاجة في نصف المشروع بعد ما يكون شارية المواد وبعد ما يكون بنيت. فبتلاقي فيه خطورة جدا تمام? وبالنسبة للموضوع الارباح حسب الاحصائيات بيقولك ان الارباح اكتر بكتير جدا في موضوع البيم. لما تتبنى البيم في المشروع بتلاقي فيه توفير اكتر بكتير في حدوة 70% من الفلوس والدقة اكتر في لش يغلوها كسنا. انا همنتظر الاسيلة. يا ريت ناس تتسايفني بالاسيلة. هنا بنتكلم عن موضوع الاتخاذ بقراط في موضوع البيم. طيب هقولوك على الحاجة الظريفة جدا مسلا. ده مسلا حاجة معمولة generative design. بمعنى ايه? ان انا بعدي الحاجة هنا تتعدل في المبنى على طول. تمام? يعني بعد ما عملت design ممكن اقول له ايه? طب اقرق لو عملنا عشرة دوار مجرد ان احرقت الرقم ده. طب اقرق لو حركت دي اكبر المبنى في الواتس وفي الديبس وفي عدد الادوار story وفي الstory high ارتفاع كل دوار قد ايه? كل ده لو انت بتطوق بتعمل في الواحة الكاد ومسلا عندك حاجة هتطار تهد وتبني والحاجات دي كلها. لا هو هنا بالسهلة جدا. ممكن تبني برج واحد وتديه لي الكمبيوتر هو يعمل لك ميت موديل. على سبيل المسال ده مثلا ده برج في الكويت عبارة عن البنك. فنوربانفسر كان عام. هو عمل برج واحد بس. وبعد كده بدأ البرامج اللي عنده بدأ الشباب اللي عنده يعملوا بعض البرامطر. طب لو عملنا بالشكل ده. لو عملنا بالشكل ده. وبعد كده تبعوهم كلهم الميت موديل. والناس بدأت تدفل وتتفرج وتشوف اني موديل اللي عجبهم. ده الموديل اللي عجبهم وده اللي اتنفس فعلا في مدينة الكويت. تمام? فالبيم تقدر تعمل فيه الموضوع دوت. انه تقدر تحط برامطر كتير. في الكاد صعب. بياخد واحد كتير جدا على ما تعمل الموضوع دوت. موضوع سيموليشن في الاستراق شرف كل حاجة انت عايزها بيبقى سهل جدا. انت عندك الحاجة تدخلها على البرنامج يقدر تشوفها. باشكال قوية جدا. ويقدر يديك بتحديد الوقت للتصميم بتاعك. يكون حاجة مسلا شايف انها اسهل. طيب انا هاوقف شوية عشان ايه نركز الفترة اللي جاية دي على اجابة الاسئلة. لو في حد عنده اي سؤال تحتمر. طيب انا صورة اللحمة اعطاك اشدت انتباه الناس. الفكرة كلها في موضوع البيم دوت اننا بتكنولوجيا تانية اسمها الليل منجمينت. بنشاف الشغل يعني لو في اي حاجة هتضيع لنا الوقت وهتضيع لنا الجهد زي موضوع كلاشات بنبدأ شيلة. كمام? يعني كل تركيزنا ان احنا في موضوع البيم ده عايزين نقلل الوقت. عايزين نعمل زي ما عملوا في السين كده المستشفى في كامي يوم عملوا ازاي? انها مفيش اي تضيع الوقت. مفيش اي تضيع الجهد. فهو ده التركيز بتاعنا. اننا حب نعمل حاجة بشكل دوات بشكل اه فيه درجة للمشروع. درجة جيدة بحيث ان احنا نوفر الوقت. ده ممكن اه ده ممكن. اه ده ممكن. لو انتم فاكرين البرج ده باير استيتس بيلدنج. ده تبنى سنة الف سعمية وتلاتين. تمام? اه ده ظهر في افلام كترة جدا. هاري بوتر وظهر في هونج وظهر في اهتمام كترة جدا. المنهة ده تبنى في السنة وكم شهر. هو بدأ فيه في مارس الف سعمية وتلاتين. وخلصوه في ابريل حتاشر الف سعمية وتلاتين. ليه? انهما كانوا مركزين على انهما ينهم المشروع ده. فقال لجهة التصميم كله اتاخد تقريبا في سنة اربعة ايام. وحاجات زي كده جابه تصميم تاني. وقعدوا يغيروا جزء اللي فوق وغيره جزل تحت. ممكن اهتمام كتير جدا انهم يخلصوه في اقل وقت. فهتقدر تعمل انجهزات كتير جدا من خلال التكنولوجي البيم مع اللين منجي وانت مع ان انت عندك الفريق عنده هدف معين ان انت تعملو حاجة في وقت كياسي. طيب ناخد الاسئلة هلو امجدي في المشاريع السكنية الصغيرة? طيب. واكيد هيوفر لك جهد. بس لو انت عندك انت الشركة بتاحتك شغالة في نوع معين من الحاجات دي. ممكن تركز ان انت خلاص انت فاهم كل حاجة. طيب هيفيدك في ايه بقى ان انت تعمل موديل بيم رغم ان انت خلاص انت فاهم المشروع يعني مثلا انت عملت مثلا في مصوبية فيلا قبل كده. اي حد بيجيب لك فيلا انت حافظ السلوب بتاعها وهتعرف تعمل بنفس الفيلا اثنين وثلاثة واربعة والحاجات دي كلها. تمام? فانت ممكن بقى تضيف موضوع البيم ده لايه? لازم تضيف له ميزة. يعني مش فكرة ان انا هدف بيم وخلاص. لما اقول له انا هدف لك بيم وهدف لك اه اه فلوس على الحاجة ممكن الرجل يخاف. لأ انت ممكن تقول له بقى انا هدف لك مثلا وضوع الفسائلة مانجميت. انا هدف لك امكانية ان انت من خلال البيم ده تقدر تتحكم في المبنى او في الفيلا بتاعتك انه تقدر تطفيها وتعملها من خلال الموبايل. تمام? اا يعني لازم يكون في ميزة. ممكن تستخدم مثلا تعمل موديل توريه للناس اا 3D او تطبعه. انت ممكن بعدها تعمل موديل البيم ده تطبعه بالطبعات 3D. 3D برينتر. ودي هتفيده كتير جدا. اا زي ما بقول لان انت يعني خلاص حافظ الحاجات وانت بش مش محتاجها في الحاصل مش محتاجها في حاجة خاصة لان اعمالتها متمره بعد كده. ممكن استخدمها على البيم. دورة قلنا على البيم احنا في البيم اعريبي اعملنا كز دورة واحدة فيهم عن المنهج البيم واخدنا منهج البريطاني والمنهج السنافوري والمنهج الامريكي والمنهج الفنلندي وشرحنا كلهم بالتفصيل. وفيه كرس تاني معمولة على ورشة عمل مشروع كامل من الاول للاخر. اا مبنى كبير مش مبنى صغير. فاتمنى الناس كلها تسفد منها ان شاء الله. هو شغال دورة على البيم اعريبيا واللي هيعملها هياخدش يده بإذن الله. طيب لو في اي حد عنده اي سؤال في موضوع البم. شغال يعرف انها رغي عبقى ارغي شو كتير فخلينا نركز على موضوع الأسلة. طيب ازا يتعلم البم اي كان المصدر اللي انت ناوة تتعلم فيه. اا المهم انتو قبل بتبدأ خليف دماغ تصور معين. انا هعمل مسلا المبنى الفلاني. ممكن تكون انت مثلا عندك مشروع خاصة بك. وعايز تشوف الحاجة دي. انا عرف مثلا مهندس معانا. ما كانش في الجزء بتاعه بم خالص. تمام? انا كنت مسؤول على البم. بس هو قالك طاب ليه لا? طب انا بني. هستفاد ان انا تعلمت بم واستفادت ان انا حفزت المشروع اكثر. واستفادت ان انا عملت حاصر كواس جدا المشروع. فكان بيرعد هو مع نفسه كده ويبدأ يعمل جزئية معينة من المشروع. بيستفاد ان هو دي بتمشي في المشروع بيتخيل المشروع. بيزهر له كلاشات. حصل مثلا مرة ما كانش فيه كلاش بس كان فيه غلطة انه ما فيش اعميدة حوالين استلم. فعادنا نشوفها في المخطوطات لا ما فيش. طب تعالنا نشوفه في الموديل بش موجودة. طب بنبعت لهم بقى ريكوست حاجة دي بش موجودة. لما مشي اعملنا وقص روك ونا بنمشي جوه المبنى. شافنا الموضوع دوت. اه فبعتنا لهم. دي من دين حياتي احنا بنشوف. الله يكلمك. فهي الفكرة كلها ان انت تتبقى في دماغك. ممكن مثلا فيه مبنى انت معجب به مثلا. فانت ممكن تقول طب انا عايز اعمله بين البين ما واشوفه. الفكرة كلها اه ان انت مشيت ايديك في المشروع وان انت فهمت الفكرة بتاعته. فانا احسن حاجة بتعلم بيها ان انا قبل مبدأ يكون في دماغي حاجة معينة. انا سحق كده لو انا ماشي بالعربية راح ايه اه يعجبني شكل مبنى. فاخده اصوره كده. وانا في البيت اخده اتخيل بقى تبديت تتعمل ازاي? طب لو عجبناها كزا. حاجة انا معرفهش ومعنديش شرح ليها. بس انت بتتخيل وتتعف فيها وتتفكر فيها كتير خلاص ما تتساش. تبدأ بقى تعمل مسلا عمود بشكل معين. تبدأ تعمل بقى بشكل معين. اه شكل مبنى معين. عندي صور كتير على المبيل. حاجة كتير عملتها شرحتها. حاجة كتير لسه بفكر اه تتعمل ازاي? نبدأ تتفكر فيها بحيس اننا تتعمل آآ بشكل قوي. المهم انت بدار على شرح ما تعدش شابت نفسك بين اكتر من واحد. لأ شوف واحد كده يكون عامل بلاي لست. المشروحة من اول اخرها هتبدأ معاها من اولها لحد الاخر. ده انا بحب كده. يعني حتى بتعلم انجليزي بتعلم آآ آآ اي حاجة. بابدأ كده. بابدأ كده بابدأش اسمع درس من هنا ودرس من هنا ولا يكلام اتقرر ولا يكلام ضد بعض. بابدأ بشوف حد كده كواس في المجال. وابدأ شوف السلسلة بتاحت بلاي لست. ابدأ اطبعها من اول الاخر. وهكذا. فبتلاقي اللي موضوع كله ايه متنظم او او اسهل بكتير في التعلمة. هل في ايه اسئلة? او شاير بس المحاضرة عندي اصفحة تحت. كل كن به السلسلة معنا. طيب اللي موفيش اسئلة انا اشكر وجودكم يعني شرفت بكو شرفت بالاسئلة الجميلة دير. وتمنى ان شاء الله يعني لو في launched game asile تحت امره. وان شاء الله يعني يكون الموضوع سهل وبسيط ويعني هتستفى جدا لو تعلمت البيم ان انت هتلاقي فرص عمل افضل بدل ما تبت بنت RingCTS على الحاجات اللي بتقول احنا عايزين كاد لأ هتلاقي حاجات عايزة كاد وبامة وتبدأ تشوفهم وان شاء الله هنبقى فيها رزق كواس ليك المرتب بتاع الرجل بتاع البامة بيكون اكتر لان هو بيكون بقدر الشغل الاثنين فعنده ميزة افضل بتبقى مسرحك في شغل بتاعك يعني انت بنتشغل في حاجة انت مستمتع بيها وعارف ان الحاجة دي مفيدة وعارف ان الحاجة دي هي دي التطبيق الصح لشغل البامة واصبح اكباري في دولك كترة جدا زي عندك بريطانيا في امريكا في استراليا في دبي في سنافورا كوريا الجنوبية انا نحن كترة جدا بدأ مطار البامة يكون اكباري ومصر فيه كود معمول للبامة بس لسه بشي اكباري شكرا لكم جدا يعني وسعيد ديكم ان شاء الله شكرا السلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم